لم يحصل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عدنان الزرفي على تأييد بعض الكتل الشيعية التي شكلت لجنة سبعية من أجل الاتفاق على مرشح واحد لكنها فشلت في التوافق على ذلك من هذه الكتل الشيعية تحالف الفتح واتلاف دولة القانون وكتلتاء العقد والنهج والتي رفضت الزرفي على اعتبار أن تكليفه مخالفة دستورية ارتكبها الرئيس برهام صالح برفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر من جانب آخر رأى مراقبون أن الكتلة الشيعية التي تتبع لإيران والرافضة للزرفي هي نفسها التي تدعي رفض الوجود الأمريكي في العراق الأمر الذي يشير بقوة إلى احتمال وجود صفقة سياسية بين بغداد وواشنطن لتمرير الزرفي وإبقاء القوات الأمريكية في العراق آخرون حذروا من تحركات أمريكية مرتقبة في ظل تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة لافتين إلى أن التحركات بدأت منذ أسابيع بهدف زيادة عدد القوات الأمريكية داخل العراق ورأى هؤلاء أن واشنطن حصلت على ورقة ضغط جديدة وهي امتلاك الزرفي للجنسية الأمريكية التي قد تستخدمها ضده بهدف إبقاء قواتها في العراق وبيّن المراقبون للمشهد في العراق أن أمريكا ربما تلقت ضوءا أخضر من رئيس الجمهورية برهم صالح قبل عدة أيام بتكليف الزرفي الأمر الذي دفعها إلى استهداف مقرات ميليشيات الحشد مجددا وعلى الرغم من أن تكليف الزرفي لم تمر عليه إلا ساعات قليلة إلا أن ظروف تكليفه والواقع السياسي العراقي لا يختلف كثيرا عن سابقه فهل ستكون تجربة الزرفي مختلفة وخاصة أن المتظاهرين يرفضون بشكل قاطع أي مرشح ينتمي للأحزاب السياسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر